موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لطيفة اليوم عن الفرق بين كلمتي الريح والرياح لاحظ المفسرون أن القرآن استخدم كلمة الريح في العذاب أما كلمة الرياح فاستخدمها في الرحمة ولنتأمل بعض ما ورد من هذا في الاستعمال القرآني قال سبحانه وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وقال سبحانه ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها والريح العقيم هي التي لا يأتي من ورائها أي خير فهي لا تلقح النبات ولا تكون سببا في نزول المطر وإذا كانت الريح عقيما فهي في منتهى القوة المدمرة التي تدمر كل شيء حيث لا يعلم قوتها إلا الله يقول تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أما الرياح فاستعملها القرآن للخير قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال سبحانه ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات لكن في صورة سبأ نرى أن الله تعالى لم يخص الريح بالعذاب بل جعلها عامة للخير والشر قال سبحانه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فهنا استعملت كلمة ريح مع سليمان لكنها لم تخصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر لأن الله سخرها لسليمان يتصرف بها كيف يشاء وهذه خاصة بسيدنا سليمان الذي سأل الله تعالى أن يهب له ملكا لم يُعطر أحد من العالمين قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقال سبحانه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره خلاصة القول أن الريح للشر وأن الرياح للخير إلا مع سيدنا سليمان إذ جعلت الريح من جنده يتصرف فيها كيف يشاء إلى هنا تنتهي هذه اللطيفة وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر